موسيقى السلام عليكم ازيك يا شباب عملين اه ربكم بخير كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك اعداء الله علينا وعليكم بالخير واليمنى والبركات شركة فيفو اعلنت بالامس عن اجهزتها القابلة للطي الفيفو اكس فولبتو والفيفو اكس فيليب اللي هكون محور فيديو النهاردة اتف قوي جدا بمواصفات ممتازة خلانا استعرض مع بعض اهم ما يميز هذا الجهاز لكن في البداية بلما نبدأ مساش تبعي منه اشترك في القناة ولايك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة من غيرية اخير خلانا نبدأ ونشوف مواصفات الفيفو اكس فيليب في البداية الجهاز بيجب وزن مية تمانية وتسعين جرام وبسمك سبعة فاصلة تمانية ميلي واثناء ما يكون الجهاز مطوي بيكون بسمك ستاشر فاصلة ستة ميلي بالنسبة لشاشة الجهاز الرئاسية بمقاس ستة فاصلة اربعة وسبعين من مية بوصة وبتردد مية وعشرين هيرتز فول اتش دي بلس وبابعاد عشرين لتسعة وبكسافة بيكسلات ربعمية وسبعة بيكسل في كل بوصة وبتستحز على نسبة خمسة وتمانين في المية من وجهة الجهاز الامامية وبتدعم الاتش دي اار تم بلس والشاشة السنوية اللي على ظهر الجهاز من نوع عملت بمقاس تلاتة بوصة وبابعاد اربعتاشر ونص لتسعة بالنسبة لشاشة الجهاز الرئاسية شاشة ممتازة زوار رؤية والتشبع والالوان ممتازين مش هتلاحز مع اي مشاكل بالنسبة للشاشة السنوية لها عدة استخدامات تقدر تاخد منها صور سلف بالكاميرا الخلفية وتتصفح الاشعارات وتتصفح معظم التطبيقات الموجودة على الجهاز. والجهاز بيجيب اندروت تلاتاشر ومعالج كوالكم سناب دراجون ايد بلس جين وان معالج بدقة تصنيع اربعا انا وتردد تبوصل لتلاتة جي جي هرتز ومعالج رسومات ادرينو سبعمائة وتلاتين معالج ممتاز بيقد بشكل مناسب جدا مش هتلاحز مع اي مشاكل في التنقل وتصفح بين التطبيقات حتى لو استخدمته في الالعاب التقيلة هيقدم بشكل ممتاز. والجهاز بيجيب عدة نسخ من الرام والتخزين نسخة اتناشر مع امتين ستة وخمسين ونسخة اتناشر مع خمسمية واثناشر الرام مادة ده ارفايف وذاكرت التخزين تلاتة فاصلة واحد. جهاز بيجيب كاميرا خلفية بعدستان لعدسة اقسية خمسين ميجا بيكسل وفتحت عدسة واحد فاصلة تمانية. وبتدعم الدول بيكسل وبتدعم الليزر اوتو فوكاس وبتدعم خاصية الاو اي اس او خاصية تثبيت الصورة البصري. كاميرا التانية اتناشر ميجا بيكسل الترويت بزاوية مية وستة درجة. وبتدعم خاصية الدول بيكسل. والعدسات طبعا بالتعاون مع شركة زايس. كاميرا بتصور فيديوهات فور كيب تلاتين اطار و الف وثمانين بستين اطار. وكاميرا السيل في اتنين وتلاتين ميجا بيكسل فاتح تباسة اتنين فاصلة خمسة. زاويتها عريضة وبتصور فيديوهات الف وتمانين بتلاتين اطار. وللأسف هنا الجهاز بيجيب سماعة واحدة مونو ولا يدعم منفص ثلاثة ونص ميلي الخاصة بسماعات في الازن. وعندنا الجهاز بيدعم شرحتين واي فاي سيكس وبلسطوص خمسة فاصلة تلاتة وجي بي اس مزدوج. ودعم الخاصية الان اف سي. بصمة الجهاز موجودة على زرار الباور. سريعة ممتازة. مش هتلاحز معاها اي مشاكل. والنسبة لبطارية الجهاز. الجهاز بيجيب بطارية اربعة تلاف وربعمائة ميلي امبير. وبتدعم الشحن السريع بقوة اربعة واربعين واط. والجهاز بيجيب اللون البنافسيجي واللون الزهبي واللون الاسود. سعر الجهاز بيبدأ من تمنمية اتنين وسبعين دولار نسخة اتناشر مع امتين ستة وخمسين. واعلى نسخة تسعمية تلاتة وسبعين دولار نسخة اتناشر مع امسومية واثناشر. ده كان استعراض سريع الجهاز بيفو اكس فليب. ده هتمنى في النهار بيكون الفيديو اعجبكم لو عندك ايس وقت سبب قناة التعلاقات. في النهار ما تنساش دعم نشترك في القناة ولايك للفيديو. نشوفك على خير الفيديو الجاي. سلام.